بالتأكيد مثل هذه العملية هي عملية عسكرية ساذجة جدا أولا استهداف مقر الرئيس داخل الكرمين الذي هو محصن بالنسبة 100% لأن يستطيع أحد خرق هذا المكان نهائيا هي عملية ساذجة هي عملية الغاية منها فقط إعلاميا من الممكن فائدة إعلامية فقط لو أراده الأوكران استهداف الرئيس الروسي أو أنه باستطاعتهم الوصول إلى موسكو واستهداف حياة الرئيس الروسي يمكن أن يستهدافه عندما يتنقل من مدينة إلى أخرى هناك عناصر استخبارات أوكرانية داخل روسيا في السابق قامت أوكرانيا باختيال أحد قادة المستشارين الروس وابنته في داخل موسكو إذن لأوكرانيا والولايات المتحدة الكثير من المصادر داخل موسكو باستطاعتها الحصول على المعلومة الصحيحة لو يريدون استخدام المعلومات الاستخبارية لاستهداف الرئيس الروسي من الممكن استهداف سيارات الرئيس الروسي عندما ينتنقل من مكان إلى آخر عندما يذهب إلى زيارة مقرات أخرى زيارة أماكن أخرى خارج موسكو أو داخل موسكو ممكن أن تقوم بهذه العملية ولكن في هذه الحالة أنك تريد قتل حقيقة تريد قتل الرئيس الروسي ولكن أن تقوم بإرسال مسيارتين بدائيتين جدا تحمل على 17 كيلوغرام من المتفجرات فقط هذه الأسلحة أو هذا النوع من اليدرون قادر على حمل 17 كيلوغرام من المتفجرات أي أنه سلاح بداي جدا وهو سلاح انتحاري يعمل مثل الكاميكازي يعني ينتحر بالهدف يقوم بالانتحار بالهدف هذه العملية ساذجة جدا حتى لو استطاعت الوصول إلى الهدف فإنها لن تستطيع التأثير كثيرا بمستوى هذه المتفجرات لن تستطيع التأثير كثيرا في البناية التي يسكن بها بوتين إذن العملية هي عملية باعتقادي إذا ما كانت عملية أوكرانية فإنها لن تصب في مصلحة أوكرانيا نهائيا ولن تصب في مصلحة زيلينسكي تحديدا نهائيا اشتركوا في القناة